السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عندي واحد الرسالة بريت نوصلها الناس أصحاب فكرة 20 فبراير قبل ما غدين هدروا على الرسالة غدين دير هروا واحد الفرق صغير جدا غدين واحد عن بين واحد المفرقة ما بين المغرب ومسر لكن هدروا على مسر مسر المسر كنظن بأن اليوم غديت ان شاء الله هدي تعرف مسر واحد تحول كبير ولكن المسر قبل ما يعني في عهد مبارك المسري في عهد مبارك ستنعرفوا أن مسري مثلا المهندس مسري يعني راتب شهري دياله كيقدر يوصل حتى الـ 2500 درهم مغربي مع نفس المستوى المعيشة 1000 درهم تصوروا معي مهندس كي يقضى 2000 درهم ونفس المستوى المعيشة في المغرب كي قدي عيش هذا المسري هذا المسري في المغرب كيقدر كي قاوه ميت مات عندما موكلش المسري كيقدر يموت موت بجوع مكلش المسري ما كيمكنش له يدخل مثلا مركز الشرطة يريد أن يخلعه كشهيد ماشيته كمتهم شهيد ما كيقدرش يدخل مسري يلهدر معه غير شرطي ما كيقدرش يتحرك ما كيقدرش يهدر ها ها هالنا سحب هالفكرة الي العشرين فبراير او الي 27 فبراير والله اعلمشن هالعدات اللي اعتاوه وش عارفين بأنه هنا في المغرب بلد اللي بغي يدروا فيه تورا ها توراة ما هو توراة شاب والله يخليك بلنا نحن كنا شاب شباب ولكن تظهر انا اول شباب انا شاب حاصل على ديبلوم دراسات العلية المعمقة في الإعلاميات وحشو ما مقارن هدروا اسم شباب الله يخليك شنو بغي اش من توراة بغي يدير؟ بغي يدير توراة في بلاد ها اللي اليوم المغريبي كيقدر يتغداب عشرة درهم كيقدر يدير خبزة أو يدير فاطون وعشرة درهم يتغدابها هنا بغي يدير توراة بغي يدير تورا في دولة الى الإنسان اللي ما عندو تشمه سوا دراسي كيقدر ييطر يأخدهم 50 درهم 60-70 درهم فنهار بغي يدير توراة في دولة اللي الأنسان كيمكن لي يخرج بوليداته هو مرته عائلته يقدر يخرج حتى الانسكليل وحدات الليل انطوطة سيكوريتاي احنا فين بغي يدير توراة بغي يدير توراة في الدولة الإنسان اللي كي يخد ألف وخمسمئة درهم ألف وخمسمئة درهم عنده انكوبرتور ملادي اه جس كزايد سيد مرض عنده انكوبرتور الحمدلله ما فهم غا يدير هالتطورة غا يدير التطورة في دولة كتكون خدام بخير وعلى خير ما عندك مشكل كتتاخد انصالير و عندك مثلا ابا اخدامه كتخلص لتخدياله كتخرج من خدمتك كتقدر تصبر عليك حتى جس كأنه فلو في الزيات الانو ام بي ديفلوبي كل شهور كل شهور بلا خدمة كي خرجوك الزنقة كيلوحوك الزنقة كي يخدرك البغط المودئلك و كيبيعوها لك احنا فيهم غا يدير تطورة اه الله يخليك الله يخليكم إلا غا يديروا تطورة الله يخليكم اديروها بلا صحة اخرى إلا عندكم شي هدف حد اخر إلا كنت عندكم شي هدف حد اخر كانت منا تقولوا مباشرة مبقاش نطلع على يطورة شهداد مباشرة عندي هدف انسان انا انا ما عجبنيش مثلا لفامي الفاسي كنا بخطو في المغرب امتفق معاكم ما عجبنيش مثلا لإنسان اللي إنسان مثلا كي سغل صداقة دي المالك مثلا بش يوصل أهداف سياسية أنا ما عجبنيش ولكن بش النوضي يقول طورة فين في الدولة اللي مالكها ما كينعش كي يخدم بش شباب دياله بش شباب دياله يعيشوا بزيانين ما عندهم تا مشكيل وتكون عندهم زي ما نتخبو نماش اسمي Luiza bu수�an international اش من تعطر هادي مالكة اzteو كن في دولة اخرى كن كريناه واحد يجي يندس معنا هوا عندك وبغي تدير تورا عليه ما فهمتش ما من عقل هذا وما من كيف نقول قولوا لك كلمات ما من ثورا هذا ندخل الوخعة ايضا ما نقوله أنه مؤيدين للمالك أهلا يا سيديكلس الله يخليك في دارك لأنه الذي يتخلج عميلة ألف واحد ما تقوله أنه مؤيدة للمالك هل تعني معنيتك كنون في دارهم 30 ما معنيتك يعنيتك أنه مؤيدين للمالك الله يخليكم نحن كنا مؤيدينه نحن كنا بغينا يبقى كنين نبقى نحن بغينا يتصلح وكن نظن رغى يتصلحوا الله يخليكم ان الفكرة دي لي ربما رها وصلت الله يخليكم انا اقسم بالله ما عندي علاقة لا مع ماليك ولا مع السياسة ولا مع التحجة انا شاب مغربي بحالي بحالكم ونزيدكم والله ما عندي او كان بوست قلس ولكن كان ضارب وكانت قاتل بحال كل مغربي باش تاني كن عندي او بوست تاني كن بخلالية ما عندي تاني كن مشكل وكن سبحاليا مش حيث ما عندي او بوست قد نخرج من الغوط من الغوط الله يخليكم الفرق بينه وبين مصر كبير شاسع شاسع المصر اليوم قلت له عافتي شنو اراها تصور تكون مغربي افاسوطي اي نقذ بالفرحة اللي اشكي المكاين اه اذا كن نزلوا طورات احنا نديروا طورة شما طورة تدير ديالاش شنو المشك ديالاش بغيت نعرف ديالاش شكرا 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 انا كنضم بانه الرسالة اراها وصلات اه بلا من ديروا فتنة بلا من نسميتوا بلا من نكبروا الموضوع المغرب قرنوا هير المغرب دي الحسن الثاني مع المغرب دي المحمد الخاميس دي المحمد السادس راحنا غادي نحشمو والله تعال نحشمو راحت الدول الخليين عندي تقول طورة بدي تحكو علينا ماذا نطورة؟ راح مصري راحت قوله المغرب دير طورة راحت قوله المهندس المغربي اللي كي يخدس معلاته من الف دلم راحت قوله واحد اللي ما عنده اوكي انفرماسيو ما كافشي هدر هدراء راح كي ياخد تقدر يخد ويخد خمسين سن درمث سبعين دراف النهار ويلا عنده أف خمسمين دراف الشهر عنده اولاسيونس مالذي اوبر يغلقاتور اللي كتحمى وكتحمى وليدته عادي تحكي علينا مصري عادي تحكي علينا يقولون وشنتمو محمقين وشنتمو محمقين اللي قدي بتكتدلوا اش ممتورات ديرونتمو ديا ليش اللي يخلي الميساج كنتظر بأن الفيسبوك راح كافي اللي عنده ديغو ماك يكتبه في الفيسبوك يقول بأن سيدي أنا ما عاجبنيش هذا أنا ما عاجبنيش سيدي مثلا واحد يكون صديق المالك ومشي دير حسب سياسي ماهدا تشي معنا لا إما نكون صديق المالك وهذا شرف وشرف كبير جدا أو لا همشي ندير أول صديق المالك ومشي دير حسب سياسي أولا مثلا نشوف مثلا عائلة كلها عائلة كاملة فين ممشي سكالقاهة الفاسي فهري أنا ممشي ضد الفاسي فهري الواندوسة بعيد تماما على هاد الفكرة ولكن كنقول أنه مثلا كن الحمدلله الناس اللي عندهم عندهم مقومات عندهم مستوى عالي ليمكن لهم ياخدوا هادوك هادوك البوست كن يمكن لهم ياخدهم إما على قبل هاد المشكيل الأولى المشكلة الأخر نمشي النوض وندير فضحة في المغرب وندير أشكين مكاين أنا ما عاجبنيش للنظام أو لا أنا ما عاجبنيش حشوما 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 يقدر يخدم خمسين درهم ونده انكوبرتيل سوسيال ما يبقاش يخدم خمسين درهم ما تبقاش عنده انكوبرتيل سوسيال ها؟ المغرب غاد يرجع عنده إنسان وحد أخر الذي ينضم على العشرة الصباح ها؟ هنكونوا شوية واقعين نتفق معاكم نقول لكم كيه الفرق كبير الحسن الثاني لكن كيف يقبع الحضارش هادوك يفق مع أربعة صباح أربعة صباح هادوك يخرجوا وكي تقتل هادوك يخرجوا وكي تقتل هادوك يخرجوا وكي تقتل هادوك يخرجوا وكي تقتل